بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نحاول فيه فضيلة الشيخ العلامة يوسف القراضاوي عن الرزق آدابه وضوابطه فضيلة الشيخ قبل الفاصل فضيلتكم أشرتم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر أن التاجر الصدوق مع النبيين والصدقين والشهداء هذا يحضي دلالة على أن صاحب المهنة أي مكانة هذه المهنة هو إنسان له مكانة عالية وقد يعني يتساوى مع الإمام في محرابه أو الخطيب على منبره أنا أود الضوء على بعض هذه الأحاديث الرائعة بسم الله الرحمن الرحيم من الطريف أن العلماء اختلفوا أي المهن أفضل أي الأعمال الدنيوية أفضل أكثر ومثوبة وأجرا عند الله فبعضهم قال أفضل هذه الأعمال الزراعة لأن بها الأقوات والحياة وجاء فيها إنه ما من مسلوم يغرس ورسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة نعم وبعضها إلى يوم القيامة يعني ما كان الناس ما دام الناس ينتفعون به فله الأزرع وبعضهم قال لا الصناعات أهم الحديث أيضا المتفق عليه إنه ما أكل إنسان طعام طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده هذا رواه الإمام البخاري نعم يعني داود وهو أطاه الله الملك صحيح يعني ومع هذا كان يأكل من الصناعات وعلمناه صنعة لابوس لكم صناعة الدروع صحيح نعم وألن له الحديد يعني وكان يتقن هذه الصناعة ويأكل منها ما يأكلش من الملك الخاصة الملكية لا يأكل من عمل يده فهذا دليل ما أكل أحدهم طعاما قد خيرا من أن يأكل من عمل يده وبعضهم قال التجارة أفضل بذلك الحديث مع النبيين والشهداء وكان كثير من الصحابة مثل سيدنا عبد الرحمن بن عروف وعثمان بن عفهان نعم سيدنا أبو بكر كانوا يعني يتاجرون وبعضهم قال الحقيقة لا يوجد عمل أفضل بإطلاق إنما العمل الأفضل ما يحتاج إليه المجتمع أكثر نعم فأحيانا يكون المجتمع في حاجة إلى الغذاء إلى القوت يكون الزراعة أفضل في هذه الحالة لأنه حيسد ثجرة مهمة ويكفي المجتمع حادة من حاداته الأساسية والضرورية وأحيانا تكون الزراعة موفورة ولكن النقص في الصناعة مثل ما عندنا نحن المسلمين عامة في هذا العصر نحن لا نتقن الصناعة كما قلت أمة سورة الحديد لا تتقن صناعة الحديد يعني أن يشتغل في هذا الجانب يكون يعني يسد يعني يقوم بفرض كفاية عن الأمة حتى تغتني الأمة وتكتفي اكتفاءا ذاتيا عن غيرها إذا كان الأمة محتادة إلى أشياء من غيرها ولا تتوافر إلا عن طريق التجار الذين يسعون على هذه الأشياء ويشوفوا ما تحتالي الأمة ويهتم بما تحتالي الأمة أكثر من ما يهتم بما يربح أكثر نحن يشوف حاجات بتربح أكثر ويكون حاجات كمالية والناس مش محتاجين إليها يروح يغرق السوق بها والناس عايزة تأكل قبل كل شيء فهذا إذن حاجة الأمة هي التي تحدد أيها في العمل الأفضل طيب فضلت الشيخ ماذا لو أن الإنسان هو قادر على الرزق ولكنه يغمل أو يتجاهل أو يقصر ما حكم هذا الإنسان الإنسان الذي هو قادر على جلب الرزق لكنه يجلس في مكانه ولا يعمل إهمالا أو تخصيرا أو كسلا أو ما إلى ذلك ما حكمه وماذا تقول له فضلتكم نقوله أنه حرام عليه ونقولنا أن الرزق أحيانا يكون واجبا على الإنسان أن يسعى إليه إذا كان محتاج إلى الرزق واتكل على غيره لا يجب أن نقول أن طبيعة الإسلام تدعى للمسلم لأنه لا يوجد في الإسلام ربا وما يوجد في الإسلام إذا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ما شاء الله القوة سوي النبع السلام يعني جاءه اثنان يعني يطلون منه الصدقة فصعد فيهما النظر وصوابها 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 وقال يعني بين عليهم يعني يا أخويا طلب عرض المحتفاء إن شئتما أعطيتكما نعم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب نعم كان قوي بس يكون قادر على الكسب نعم والمهم أن يكسب يعني حلالا وأن يكسب ما يحسنه يعني يشتغل يعني وما يليق به تروح طبيب تشغلوا كالناس لا فإذا كان يعني مثل هذا يجب أن يهيأ له العمل المناسب له طيب إذا فضيلتي الشيخ هذا يجعلني أسأل فضيلتكم عن جوالب الرزق ما هي جوالب الرزق وهل هناك ما أوصى بي القرآن أو أوصى بي السنة في هذا الباب نعم هناك أشياء تجلب الرزق أو توسع الرزق نعم على الإنسان مثل الإيمان والتقوى والاستقامة وإن ليستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يحتسب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنديل وما أنزل إليهم من ربيهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أردلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بس أنا أريد أن أنبه إلى شيء هنا لبعض الناس فهم الإيمان والتقوى يعني واحد يحضر درويش سبحان الله والحمد لله لا إلا الله أكبر خمسمائة مرة ألف مرة وفي السبحة يسموه الألفية ألفية نعمة لا الإيمان والتقوى هذا يعني أنه يعمل ويجتهد ويفكر ويتعلم ويتدرب يعني الآن أصبح التدريب شيء أساسي في أي عمل لا ترتقي في العمل إلا إذا أخذت دورات تدريبية تحسن من مستواك تحسن من أدائك تكتسب معلومات جديدة تكتسب خبرة جديدة بدورات بقراءات هذا كله يدخل في الإيمان والتقوى ليس التقوى بس تصلي والصوم ليس من التقوى أن تستفيد من سنن الله في الكون أن تستفيد من خبرات الأمم الأخرى الأمم الأخرى ارتقت بهذه بالصناعة لازم تكتسب منها ما تعيش لسه تزرع بالشادوف يعني وبالطنبور والناس تتركت هذا وأصبحت لابد أن تستفيد من هذا كل هذا يدخل في الإيمان والتقوى الحقيقية طيب هل هناك آداب مؤينة بجوارب هذه الأبواب التي ذكرتمها هناك آداب من الممكن أن يعني يتعايج بالإنسان في طلب الرزق نعم فيه آداب أولا أو أول هذه الآداب أن يتوكل على الله عز وجل نعم هو الرزاق ذو القوة المتين يعني بحيث أنه يجمل في الطلب يعني ما يتداوزش ما يكونش طماع أكثر من اللازم يعمل ويرضى بما رزقه الله يرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ليس الغنى عن كثرة الغرض العرض إنما الغنى الغنى النفس نعم فهذه معاني لا يبدو يعمل وهو مستحب لها ويبعد عن الحرام ما استطاع لا يغريه الحرام فيقتحمه ولا يبالي بما يعني يصيبه من عواقب سيئة في الدنيا وفي الآخرة لأن حتى أكل الحرام يعني يضل صاحبه في الدنيا الآخرة وهو أهم ما يضل أنه ما جاء من الحرام غاربا ما يذهب يعني يعني يقول لك يعني تفور ثم تغور يعني جبت الحرام على الحلال يكتره جه الحرام خد الحلام وبعتره يضع بالحلال لقمة من حلال طيب ربنا يبارك فيها أكثر منكم من الحرام هذه آداب لا بد من أنه مع سعيه يحرص على أداء الفرائض لا يعني يضيع فرائض الله القرآن ذكر لنا يعني رواد المساجد فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصال هم رجال أعمال بيزنس اللي بشغالين يروح يصلي ويرجع لدكانه ويرجع لعمله يجمع بين الدنيا والآخرة وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهكذا كان تجار الصحابة وتجار السلف ولذلك فضلت الشيخ يعني ما قولوكم في مشاعر ألسانة الناس لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة وهو صحيح نعم يعني إيه قيمة الدنيا عن الدين إذا شغلتك عن وليبك نحو الله هذا لا خير فيه لا بارك أي شيء يشغلك عن إذا كان ابنك لا بارك الله في هذا لا بارك الله في هذه الزوجة التي تشغلك عن أداء فرائضك نحو الله لا بارك الله في أي عمل يشغل الإنسان عن واجبه نحو ربه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاص إذا لابد من الموازنة ليس هناك من منع أن يعيش الإنسان في هذه الطيبات وأن يعيش مع ذكر الله وأن يسعى على لقمة العيش لكن تبقى الإشكالية في كيف أن يوازن الإنسان بين هذه الأشياء فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة لا يسعونا إلا نتقدم إلى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير وأنتم أيها إخوة والأخوات لكم منا خالص الحب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا وأن يبارك لنا فيه وإلى الملتقى في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله